بهدف إيجاد بيئة تعلم مثالية لتحفيز الطلاب والطالبات وإطلاق إبداعاتهم استضافت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة القصيم ممثلة بإدارة النشاط الطلابي الأولمبياد الوطني للروبوت وذلك بمشاركة 24 إدارة من مختلف إدارات التعليم بمدن ومحافظات المملكة وأكثر من 180 طالبا وطالبة مشاكل رواد الفضاء في الفضاء يحلها عن طريق الروبوت وهي 14 مشكلة وطريقة تفوز عن طريق النقاط يكون مهم لها نقاط معينة بطريقة تفوز عن طريق النقاط بحل المشكلات على الملعب تبرمجها من عبر الكنبيوتر من عبر التطبيق يحذلك أنك تقدر تسويها على المهام التي تبقى تسويها عبر المواتير أنك تسويه وسنسورات يسوي كل مهمة حالها هذا العام يتكلم عن أنت وربت في المدار قمنا بتنفيذ روبوت معين يقوم بأداء مهام معينة لحل مشكلة ما في الفضاء قمنا بتنفيذ 19 مشكلة من أصل 13 وشاركنا أيضا في مشروع يتكلم عن حل مشكلة في الفضاء كما قمنا بعمل قيم أساسية يتكلم فيها عن الفريق عن روح والتعاون والاكتشاف والشمول والتعاون خلال المنافسي الأولمبياد الذي استمر لمدة أربعة أيام اجتمل على عدة مراحل تقييمية يمر بها المشتركين أو ما تسمى بالغرف وهي غرفة التصميم والبرمجة وغرفة القيم الأساسية وغرفة المشاريع هذا البرنامج الطلاب مهارات القيادة مهارات التصميم مهارات في مجال الحاسب والبرمجة ومهارات أخرى في الماكينيكا وكل هذا ينصب في الروبوت الذي يؤدي بعض المهام المطلوبة منه وليحل بعض المشكلات الموجودة في المجتمع غرفة التحكيم للقيم الأساسية والمشاريع والتصميم والبرمجة طبعا آلية الترشيح لهذا المكان تكون في المدرسة في البداية ثم على مستوى إدارة كل إدارة تعليمية زرع الكثير من القيم الأساسية كالعمل الجماعي وتبادل الخبرات والإبداع العلمي هي ما يتطلع لها المسؤولين في التعليم في أن تكون نتيجة لهذا الأولمبياد إبراهيم النودلي بوريدا